أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إن ننزل الله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عسبة إن أبانا لفي ضلال مبين وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الزئب وأخاف أن يأكله الزئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الزئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدمين كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأرسلوا واردهم فأدل أدلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين شكرا لكم شكرا لكم شكرا